ملفات مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن المنطقة فضلا عن التصدي لتدخلات الخارجية وغيرها من القضايا الأساسية حضرت على طاولة وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية المقبلة الجامعة العربية أكدت بشكل خاص التعامل مع التدخلات الإيرانية بأعلى درجات اليقظة فيما أعلن وزير الخارجية السعودي عدل الجبير أن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة في المنطقة مضيفا ألا سلامة مع استمرار التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية كثيرة هي الهموم التي تشغل العالم العربي والتحديات التي تواجهه وفي مقدمة هذه الهموم والتحديات يأتي الإرهاب والتدخلات والأطماع الخارجية وفي حالات بعينها يجتمع الخطران معا كما هي الحالة الإيرانية التي تعد الدولة الأكثر دعما للإرهاب والأكثر تدخلا في الشأن العربي وفي سياق جهود التصدي لهذه المخاطر جاء اجتماع اللجنة الرباعية العربية المعنية بالتصدي للتدخلات الإيرانية على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في الرياض عقد الاجتماع برئاسة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرقاش ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة مصر والسعودية والبحرين وخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب عبر وزير الخارجية السعودي عادل ألجبير عن حجم الخطر وتشابك مصادره بالتأكيد على أن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة فلا سلام ولا استقرار في المنطقة ما دامت إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال إشعال الفتنة الطائفية وزرع ميليشيات إرهابية واحتضانها لقيادات تنظيم القاعدة الإرهابي الجبير شدد على أن إيران تقف وراء معظم مصادر التهديد التي تتعرض لها دول عربية عدة ودلل الجبير على سبيل المثال للحصر بالتهديد الذي تتعرض له المملكة من إيران عن طريق وكلائها الحوثيين في اليمن إن إيران والإرهاب حليفان لا يفترقان فهي تقف وراء إمداد ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لها في اليمن بالصواريخ البلستية الإيرانية الصنع تقييم وزير الخارجية السعودي للخطر الإيراني وأثاره المدمرة هو امتداد وتعبير عن شعور عربي شبه عام عبر عنه أيضا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على جيراننا من الأطراف الإقليمية أن يعلموا أنه عندما يتعلق الأمر بتهجيد الأراضي العربية أو العبس بسيادة الدول فإن العرب يتحدثون بصوت واحد وتم تشكيل اللجنة الرباعية بقرار من الجمع العربية عام 2016 مع تكشف مظاهر الخطر الإيراني خاصة في سوريا والعراق مع الاضطرابات التي تمر بها الدولتان معنا الآن من الرياض الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور خليل الخليل دكتور خليل مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن تهديدين رئيسيين يواجه العالم العربي كما أشارى سيد أبو الغيط والسيد الجبير الإرهاب من جهة والتدخلات الإيرانية والموضوعان مرتبطان بشكل من الأشكال لو أخذنا الإرهاب بداية كان هناك تقدم تم تحقيقه في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بدحر داعش أو على الأقل الحاق هزيمة كبيرة بهذا التنظيم في العراق وأيضا إلى حد ما في سوريا هل بالفعل الحاق الهزيمة بالإرهاب ميدانيا يكفي لوحده أم أن هناك مجالات أخرى لا يزال يتعين بذل الكثير من العمل فيها أولا شكرا على استضافتي وبلا شك بأن الإرهاب تم دحض بعض جوانب من جوانبه وبعض الأجزام ولكن الإشكالية أن هناك نظاما في طهران نظام الملالي نظام الولي الفقي فهذا النظام أشغل الأمة العربية وأشغل الأمة الإسلامية بل أشغل العالم أشغل الأمة العربية عن القضية الفلسطينية عن القدس أشغلها عن التنمية المستدامة أشغلها عن أن تكون الموارد الاقتصادية من أجل الدول من أجل دولها ومن أجل بناء الإنسان وما يخص إيران فهي معلسف الشديد خلف فعلا العديد بل جميع المشاكل التي في المنطقة منذ تأسيسها نعم خفت بعض الجيوب ولكن من يضمن بأن إيران سوف تصنع داعشة أخرى ومن يضمن بأن إيران سترعى القاعدة لأن تصبح قواعد وهذا هو الذي تريده إيران عندما ذكر معالي وزير الخارجية السعودي وما ذكره كذلك الرباعية هو عين الحقيقة والواقع بأن ما ذكر كذلك كمين عام جامعة دول عربية لم فقط يكون بصوت عربي واحد إنما يجب أن يكون هناك صوت إقليمي صوت عالمي أمام إيران وأن توقف إيران ما تقوم به من عبث ومن اختراقات ومن قضايا أخرى الحقيقة لو أردت أن أوجز بعض القضايا بسرعة فإيران قامت بتثوير وإثارة الفتن في العالم العربي وفي العالم بشكل عام نحن رأينا ذلك في البحرين رأينا ذلك في مسورة في الملكة السعودية رأينا ذلك كذلك في اليمن في سوريا في العراق احتضانها للأحزاب والجماعات الأرهابية هذا ما حدث في القاعدة وطالبان وداعش وهي خلف داعش بدون شك كما يعرف المختصون كذلك هي مع الأسف الشديد راعت وترعى الميليشيات وهذه الميليشيات عبرت حدود ليست فقط في مكان واحد رأيناها كذلك في سوريا في العراق نراها في الآن اليمن والبحرين يعني قضية واضحة جدا بأن حكومة البحرين تستاد كل أسبوع أو كل شهر أو كل عام العشرات من الذين هم مرتبطوا مع الخمينيين ارتبطوا مع علي خاميني ومع الحرس الثوري ثم هناك أخيرا الموجة الأخيرة التي تقوم بها حكومة الملالي في إيران وهي إمداد الميليشيات ميليشيات تعتبر في الحقيقة إرهابية وعدوانية في اليمن إمدادها بالصواريخ من الذي يرسل ومن الذي يصنع من الذي يستورد من الذي يدفع القيمة من الذي يهيئ للحوثيين ويدربهم منهم؟ هي إيران من غير إيران في المنطقة التي تقوم بذلك؟ لذلك نعم على الجميع أن يكونوا صوتا واحدا أمام إيران وجبهة واحدة أمام إيران ولكن ليس فقط في العالم العربي بل على العالمين العربي والإسلامي على المجتمع الدولي الاتحاد الأوروبي هيئة المتحدة الشرفاء في العالم أن يرفعوا أصواتهم يقولوا يا إيران توقفي ويمكن أن تعود العلاقات يمكن أن يعود الويام للمنطقة المنطقة كانت في ويام وستبقى في ويام ولكن ويلو للعاقل من الأحمق ماذا نفعل بقيادة؟ هي حمقة حاول الملك عبدالله رحمة الله عليه يعني القيادة السعودية حاولت في الحقيقة عدة مرات الملك عبدالله حاول في اجتماعه مع سيد رفسنجاني عام 98 في قرن الماضي وبقيت العلاقات حوالي 20 عام وهو هناك مع سيد رفسنجاني وخاتمي كذلك وقد اجتمع بالمناسبة نجاد جاء من السودان في زيارة غير رسمية واجتمع بالملك عبدالله اجتماع عاجل وقال له الملك عبدالله حسب ما فهمت من مصادر مطلعة بأنه حذره من أن يتمادى في الطائفية وحذره وذكر له بأن انتمادت إيران فسنعلن ذلك للعالم الإسلامي وستكون وحدكم ووعده سيد نجاد بأن يكون هناك يكون هناك ويام في هذا الموضوع وعدم إثارة الطائفية وقال ذلك هو بنفسه عندما وصل إلى طهران قال ماذا حدث ما هذه المحادثات كانت سرية للغاية فهو نجاد ذكر ذلك لكن مع ذلك ما زالت إيران إلى اليوم وهي تقود الحروب الطائفية في كل مكان ونرى سوريا ما حدث في سوريا لم يكن ليحدث في سوريا ما يحدث من السلاح الكيميائي ومن التهجير ومن التقتيل إلا بسبب إيران تريد إيران تريد أرضا محروقة تريد سوريا المحروقة لا تريد أن يبقى فيها إلا من هو معها ويؤسفنا أن بشار الأسد أصبح لعبة في أيدي إيران وأصبحت الميليشيات هي التي تحكم وتتحكم في سوريا ورأينا كذلك النتائج الوخيمة في اليمن دعني أعود دكتور خليل إلى مقاله الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أبو الغيط قبل قليل وورده في التقرير حول مسألة الحديث بصوت واحد بشأن هذه المسألة يعني على الرغم من تأكيدات السيد الجبير بشأن التدخلات الإيرانية وزعزعة استقرار المنطقة في أكثر من بؤرة في عالمنا العربي هل العالم العربي اليوم يتحدث بصوت واحد فيما يتعلق بهذه المسألة هناك دول تتخذ مواقف تسميها مواقف محايدة بين قوسين هناك دول يعني مثلا دعنا نسميها بالاسم العراق لبنان سوريا عمان الجزائر دول مواقفها عليها حقيقة علامات استفهام فيما يتعلق بمسألة التدخلات الإيرانية هل هذا يدل بشكل من الأشكال على أن هناك إجماع في العالم العربي فيما يتعلق بهذه المسألة لا ليس هناك إجماع في الحقيقة وكلام أمين الجامعة الدول العربية في مكانه يجب أن يكون هناك إجماع يجب أن يكون هناك صوت واحد ولكن أنا لا أسميها أنا أعتقد أن هذه الأصوات في بعض الدول متخادلة ويؤسفني أن قطر بدأت تميل لهذه المعسكر الذي أصبح متخادلا هذا لا يجوز قضية إيران ليست قضية مواجهة ومصادمة مع المملكة العربية السعودية فقط ومع الملالي هي مواجهة في الحقيقة فكرية ودينية واقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية كيف يمكن أن تترك إيران العابثة وهي تقوم بالاختراقات نشر الإشاعات دعم الميليشيات تثوير المجتمعات وهي تستغل الطائفية وتستغل العقائدية يعني ما كان يوجد في مملكة السعودية تلك المشاكل مع المواطنين الشيعة لكن اخترقت إيران البعض وإن كان ولا الحمد الأغلبية هم مع بلادهم فهي تسعى لاختراق لمجتمعات ليس فقط لمجتمعات العربية انظر إلى حتى في أفريقيا يعني كم عدد الدول التي تمنع الملحقين الثقافيين الجزائر هناك السودان هناك نيجيريا الآن بدأت تخترق في نيجيريا بل الدول الإسكندنافية تذهب وترسل رسولها لذلك القضية لا ترتبط بالمملكة العربية السعودية كما يتصور البعض ومن يدعو إلى وجود علاقات طيبة وأن تسود التفاهم بين المملكة العربية السعودية وبين إيران أعتقد هؤلاء يريدون أن تترك إيران تعبث وأن تترك إيران تخترق وأن تترك إيران تقوم بالإفساد وبالإفساد وبالتدمير في الدول الأخرى ومع ذلك يريدون أن يكون هناك علاقات وطيدة وعلاقات بناء وعلاقات الصديق أعتقد أن هذا لا يمكن خاصة المملكة العربية السعودية تتحمل مسؤولياتها القليجية مسؤولياتها طبعا الوطنية الخليجية العربية الإسلامية وأنا على يقين بأن إيران كدولة شمولية النظام أتكلم عن النظام كدولة شمولية لن تستطيع الاستمرار في هذا الطريق أبدا أي دولة شمولية سوف ينتهي في المستقبل نظامها وتستنزى في اقتصادياتها ويعيش شعبها في وبال وفي فقر وفي أمراض وما إلى ذلك لذلك الشعب الإيراني نحن نعول عليه بالإضافة إلى مجتمع الدولي نعول عليه كذلك والقضية قضية فكرية وقضية كذلك ثقافية ودينية على الجميع أن يرفعوا أن يقوموا أن يرفعوا صوتهم عاليا بأن يقولوا لإيران قفي عند حدودك قفي ودعي هذه الاختراقات وهذا التجييش للمجتمعات وهذه العدوانية ومسال هذه الصواريخ إلى غير ذلك من الاختراقات يعني العلاقات الجيدة دكتور خليل والعلاقات حسن الجوار هذه أشياء مطلوبة ولكن لها قواعد ولها أسس يعني هناك مسألة عدم التدخل في شؤون الدول فيما بينها هذه مسألة أساسية الآن المسؤولون الإيرانيون يفاخرون بأنهم باتوا يسيطرون على أربع أو خمس عواصم عربية كيف يعني مرة أخرى أعود إلى هذه الدول التي تلتزم ما يسمى سياسة الحياد كيف يمكن لهذه الدول أن تلتزم سياسة محايدة عندما تصدر مثل هذه التصريحات بشكل مباشر عن مسؤولين إيرانيين أنا يوسفني أن أقول هذه ليست سياسة الحياد هذه سياسة التخاذل هذه سياسة التمييع هذه سياسة التي في النهاية هم هذه الدول في النهاية سوف تشتكي وسوف تأتي المملكة العربية السعودية وتأتي للمؤتمرات وتشتكي من التدخلات الإيرانية وحصل ذلك في بعض الدول نعم هناك من يريد أن يوجد نرجسية وأفكار في الحقيقة خيالية ولكن نتمنى أن تكون إيران دولة التي تحترم الآخرين تحترم الدول تحترم السياسات تحترم العقود الدولية تحترم الاتفاقيات إيران لا تحترم شيئا من ذلك أبدا وما نراه اليوم في لبنان وما نراه في سوريا وفي العراق وفي كذلك اليمن هو خير دليل على ذلك لماذا الجواز الإيراني أصبح مشبوها في العالم بسبب السياسات الإيرانية ليس بسبب الشعب الإيراني الشعب الإيراني الأقرب للغرب للدول الغربية ولكن أصبحت الجواز الإيراني مشبوها الآن السبب هو السياسات للولي الفقه الكويت وسلطنة عمان والدول الحقيقة القليجية الإمارات سلطنة عمان الكويت على علاقة جميلة جدا وليس هناك إشكال ومع ذلك يرسل سلطات الولي الفقه من هو في هذه الدول يعبد كما حصل في الكويت البحرين لماذا العبد في البحرين بهذا الشكل إذن إيران في الحقيقة الجميع يتمنى بأن يكون هناك علاقات ودية واقتصادية جيدة وعلاقة احترام ولكن لم تترك إيران المجال للعقلاء في الأساس حتى الحج هي تفسد الحج منذ أعوام فلماذا الحج وهو شعير أن يفسد من قبل الإيرانيين لماذا إرسال الميليشيات لماذا إرسال الاستخبارات في كل مكان لماذا هذا العبث وتفاخر إيران بأنها تريد أن تكون إبراطورية وأن تكون محورية نعم تكون محورية ولكن ليس بالميليشيات ليس بالصواريخ ليس أن تكون محورية بهذا العبث الذي موجود يمكن أن تكون محورية اقتصاديا يمكن أن تكون محورية سياسيا بأن تكون الحقيقة موئل للعلم والتعليم والتنمية لا أن تكون محورية بالميليشيات وبالقوة وبزرع الخلايا مع الأسف الشديد التي تعبذ ونقول ذلك وهي تقوم بذلك بالمناسبة مع السنة ومع الشيعة حتى صنعت ميليشيات لها سنية صنعت لها مع الأسف الشديد خلايا سنية وهنا يأتي المؤمنة ماذا يربطها مع القاعدة مثلا ماذا يربط إيران بالقاعدة ماذا يربطها بطالبان وماذا يربطها بخلايا في الباكستان السبب هو سبب عقائدي تصادمي شمولي مع الأسف الشديد أخيرا دكتور خليل لو خرجنا خارج نطاق العالم العربي على مستوى العالم أيضا هناك من يرى أن السياسة بشكل عام سياسة المجتمع الدولي إزاء إيران فيها الكثير من التراخي العالم يدرك أن إيران تتدخل في كل هذه الأزمات التي أشرت إليها ومع ذلك المواقف ما زالت بشكل عام متراخية إزاء إيران ربما سمعنا في الآونة الأخيرة من الإدارة الأمريكية بعض التصريحات الأكثر حسما إذا جاز التعبير ولكن أوروبا على سبيل المثال ما زالت تنظر إلى المسألة بشكل مختلف هل هذا أيضا يشجع إيران على المضي في هذا السلوك نعم يشجع إيران على المضي في هذا السلوك وإيران تشتري الوقت إيران تراهن دائما على أزماتها عموم أزماتها في الداخل وفي خارجها تراهن على التوقيت تراهن على قيادات تراهن على التراخي الدولي تراهن على اللعب بالكلمات مما يسفني دائما اللغة السياسة الإيرانية فيما يخص مني مع الأسف السؤال أساسا حول السياسة الدولية اليوم العالم يمر بأزمة كبيرة العالم حقيقة أن يمر بأزمة دولة حتى الرئيس الأمريكي يطوق عنقه الحبل دائما بسبب أزماته وبسبب مشكلاته يعني كل يوم تخرج فضيحة فيما يخص بريطانيا أيضا خروجها من الاتحاد الأوروبي هو كان لمصلحة إيران هناك بعض الدول التي فيها ما فيها من الأزمات الاقتصادية والأزمات السياسية هناك روسيا الآن تتنمر وتريد أن تصبح قوة محورية ولذلك إيران في سياستها فيها ذكاء ولكن فيها مكر إنما العالم في النهاية لا يفيده فقط أو السياسة في النهاية لا تعتمد فقط على الذكاء وعلى التذاكي وعلى المكر إنما على الحقائق في الزمنية وبالتالي الزمن ليس من صالح إيران ولا على ثقة كاملة بأن الدول الشمولية الدول الماكرة الدول الخادعة التي تذاكى على شعبها والتي تذاكى السياسة الدولية لا يمكنها أن تستمر لم يستمر الاتحاد السفيرتي بعد 70 عام سقط لأنه كان يصنع أسلحة وكما إلى حد ما تفعل روسيا تفعل إيران اليوم لكنه لم تنجح هذه السياسة وبالتالي العالم اليوم يتقارب يتواصل ويفهم ويدرك ولذلك بما في ذلك شعب الإيراني نحن على ثقة بأن المستقبل ليس لإيران ولكن على جميع الدول أن يكون لهم صوت واحد وأن يقولوا لا لإيران وأن يكونوا دائما بصوت واحد مع الحق ومع الحقيقة وفي مواجهة إيران فكريا سياسيا عسكريا أمنيا شكرا جزيلا لك الدكتور خليل الخليل الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السعود السابق كان معنا من الرياضة ترجمة نانسي قنقر